موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأمنتم من في السماء أأمنتم أي أتأمنون من في السماء أي الملائكة سكان السماوات أن يخسف بكم الأرض إن أمره الله بذلك وهو ذهابها سفلا كما خسفت بقارون وكما خسف جبريل عليه السلام بمدن قوم لوت لأن الملائكة مقتدرون بما أعطاهم الله من قوة أن يخسفوا هذه الأرض كما خسف جبريل عليه السلام بريشة من جناحه قرى قوم لوت وهي أربع مدن رفعها بريشة واحدة إلى حيث صاروا قريبين إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح دكتهم ثم قلبها قلب أعاليها سافلها لأن الله أمره بذلك الآن لو أمره الله بأن يخسف بالمشركين الأرض لفعل معناه هؤلاء المشركون الذين آزوا وكذبوا محمدا ما يأمنهم أن يخسف الملك بهم الأرض أي بأمرنا أي لو أمرناه لخسف بهم الأرض من يملك لهم ذلك من الله تعالى ألا يرتدعون خير لهم أن يرتدعوا عن تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الملائكة يستطيعون لو أمرهم الله أن يقلعوا هذه الجبال كلها فإذا هي تمور تتحرك بأهلها عند الخسف وترتفع فوقهم والمعنى أن الله تعالى يحرق الأرض بقدرته عند الخسف بهم حتى يقلبهم إلى أسفل وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم أي تذهب وتجيء قارون ماذا نفعه الذهب الكثير الله خسف به وبداره وبذهبه الأرض بلعته الأرض وهو حي أين ذلك الذهب الآن الكافر قبل أن يموت عندما تأتي ملائكة العذاب يضربونه في وجهه وفي خلفه لو قيل له هل تتخلى عن كل ما عندك من المال وتخلص من أيدي الملائكة الذين يعذبونك لاختار أن يخلص من كل ما عنده من المال ويخلص من هؤلاء لكن ليس في إمكانه لا يستطيع أن يفلت من أيديهم لو كان يفلت منهم لا هرب ذكر أهل التفسير عند بيان معنى هذه الآية أن الله تعالى لا يوصف بالمكان ولا تحيز في جهة لأن ذلك من صفات الأجسام والله ليس جسما كبيرا ولا جسما صغيرا فلا يسكن السماء ولا يسكن العرش ولا يجلس عليه فربنا تبارك وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان وقد قال الحافظ العراقي في أماليه في تفسير حديثه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء واستدل بهذه الرواية أهل السماء على أن المراد بقوله من في السماء الملائكة